الاخوان في جريدة القبس اعتذر من الاخوان بس ديهتين ثلاث اتطرق لهذا الموضوع اذا مخرجنا بس الاخوان محرر في جريدة القبس تطرق الى ما ذكر جاسم الهويدي في برنامج الديربي حلقة السبت طبعا الاخوان شنو كاتبين رب صدفة خير من الف ميعاد قلنا في همسات عن برنامج الديربي ما قلنا وركزنا على ان المقدم والمذيع يجب ان يكون محايدين شوي لكن عاطفة الزميل المقدم الناجح عبدالي زعطية تسحبه من حيث لا يدري ولا يحتسب إلى مطبات اعلامية هو في غناء عنها ففي برنامج اول من امس ذهب من دون مسببات ولا ترتيب الى سيناريو حوار المقارنة بين الاتحادين الحالي والاسبق وحاط لماذا لا نعلم وزج نفسه في موضوع عقاف الصرف الحكومي على الاتحاد الاسبق في محاولة لكسب تعاطف المشاهدين مع الشيخ طلال فهد الذي لا يحتاج الى هذا التعاطف عموما متكلم الى اخر الحديث انا برد على نقاط رئيسية حتى المشاهد ايضا يكون بالصورة اول نقطة انا اشكر الاخ المحر في جريدة القبس حرصة دائم على يعني متابعة برنامج الديربي وتطرق الى ما يطرح في برنامج الديربي ويعلق دائما على ما يطرح في برنامج الديربي وهذا يشعرنا بالفخر ان الاخوان في جريدة القبس يعني متابعين واهتمين ما يطرح في هذا البرنامج النقطة الثانية انا ما ادري الاخ المحرر يعني هل هو يتابع البرنامج لم يعني قبل لا يكتب ولا يقولولا ولا يشوف فيديوهات اللي تقطع ويكتب عليها انا يعني النقطة اللي 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 بطرق لها هو يقول دون مسببات ذهب دون مسببات ولا ترتيب لا سينار وحواري للمقارنة بالاتحادين اسبق والحال يا اخي انا ما تطرقت الا لما الاخ واقولك يا بالاسم جمال الحمضان احد الاخوان المتصلين مشاهدين اتصل وعتب على عبد العزيز الهاجري قال لا انت قعد تنتقد الاتحاد الحالي ما تتكلم عن الاتحاد الاسبق بناء على اتصال اخونا جمال الحمضان دخلنا في هذا النقاش مع ابو حسن وتطرقنا الى موضوع الاتحاد السابق والحالي تقول دون مسببات اللي يقرأ كلامك يحني يصدقه يقول ايه والله هذين متعمدين وبيتصيدون اتصال يا لنا من الاخ جمال الحمضان لا نعرفه ولا يعرفنا وكويتاوي بعد عشان عشان تأكدون منه هو اللي دخلنا في هذا الموضوع النقطة الثالثة انت تقول انا اباخذ الجمهور حق يتعاطفهم مع الشيخ طلال فهد مع ان الشيخ طلال لا يحتاج لا تعاطف لا هو يبي تعاطف ولا ما يحتاج تعاطف خانعرف بعدين يا اخي الدعم الحكومي واقف من قبل كل الرياضيين يدرون يعني ما يحتاج اني انا اكسب الجمهور واخليهم تعاطفهم مع الشيخ طلال في موضوع وقف الدعم الحكومي هذا موجود وكافي جريدة الراي ادخل عليها راح تشوف مكتوب وقف الدعم الحكومي انا لو عندي وقت اطلع لك الخبر او ما حطينا الاخوان في جريدة الراي مو انا اللي اقول وكل الناس تدري واقف الدعم الحكومي يعني الشيخ طلال ما يعني احنا هذه حقيقة ما تحتاج اني اذكرها عشان يتعاطفون الجمهور النقطة الاخرى يا اخي جاسم الويدي قال قال الدعم الحالي لا يقارن مع الدعم السابق زين ما شوف قبل كنتوا تكلمون ان الاتحاد ما عنده دعم وما عنده والحالي عنده دعم اكثر من الدعم الاتحاد السابق واخر نقطة واختم فيها الموضوع وما بيارد نهائيا خلاص عليه الموضوع لانه يعني الجدال واترك المتابعين وقعد انا اتخلوا لنقاش اياكم تتطرق الى موضوع الحياد يا اخي انا سألتك سؤال انت محايد انت كمصحفي في جريدة القبس والصفحة الرياضية في جريدة القبس هل هي محايدة ام غير محايدة هذا سؤالي لك انا بالنسبة لي انا كعامل في المجال الاعلامي ما اقول اعلامي عامل في المجال الاعلامي عندي قناعة ان الرجل اللي يعمل في الاعلام عنده رسالة يوصلها عاد اذا كان محايد شون يبي يوصلها الرسالة ما يصير لازم لازم ما يكون محايد عشان يوصل الرسالة يوصل الحقيقة عاد تفرق في اعلامي يمشي على هو الصحيفة اللي هو فيها يمشي على هو القناة اللي هو فيها يمشي على هو الملاك يمشي على على مبادئه أنا الحمد لله أنا في قناة الـ ATV أمشي على السياسة اللي أنا متبعها الأخوان في قناة الـ ATV وأخوي أحمد الفضلي مشكورين وأنت وكلكم والأخوان في جريدة القبص تقدرون يا أخوي المحرر تسأل العم جاسم أشكنان هو طلع عني أكثر من مرة هل مشو على سياسة يبونها قناة الـ ATV خليجاوب العم أبو حمود يجاوب على سؤالي هذا إحنا الحمد لله في قناة الـ ATV مفتوح وكان حظورنا موجود اللي بيتكلم ما دام بالرياضة ما نطلع بره الرياضة اخذوا راحتكم اللي بيتكلم ويقول راية ويقول سياسة ويقول وجهة نظره الحمد لله هذا اللي مشينا عليه وتعودنا عليه في قناة الـ ATV أنا سياستي هذه سياستي يقول للحقيقة اللي بيقتنع فيها يقتنع فيها ما يبيقتنع فيها هذه وجهة نظره ما يصير إذا أنت ما تقتنع في الرأي اللي أنا أقولها أو السياسة اللي أنا بمشي عليها أو وجهة النظر اللي أنا بطرحها حق المشاهد لأنها ما تعجبك تصير أنا ممو حايد ما يصير أنا هذا رايي وهذا وجهتنا بري ومشكور